يا رب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله يعطيكم العافية أخواني الآن بدأنا نقش القطع الأخيرة هاي موجودة عنا في الوحدة الثانية إن شاء الله الآن عنوانها get moving المقصود فيه اللي هو إنها التحرك يعني الآن بيحكي لنا هون العنوان الفري إيش يسمه growing problem اللي هي مشكلة متزايدة growing معناها اللي هي كلمة increasing الآن problem اللي هي المقصود فيها اللي هي مشكلة الآن الجزئية الأولى إيش موجود فيها بيحكي لنا عن اللي هي زيادة في الوزن أو اللي هي سمنة أهم شي طالب التوزيه بدو يعرف بالفقرة الأولى اللي هم الثلاث أسباب أو الثلاث عوامل اللي بتأدي لزيادة الوزن أو اللي هي السمنة الآن زيادة الوزن قد يكون 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو قد يكون مثل حضرتنا يعني بتحكي بالعشرينات والثلاثينات كيلوات زيادة الآن فهون لازم إحنا نعرف الشغلة الرئيسية الآن قبل ما هاي بدنا نعرف اللي هي الكلمة هاي اللي هي كلمة factors المفروض لكلنا نعرفها كلمة factors معناها اللي هي عوامل كلمة factors الآن ممكن يستبدلها هون بكلمة اللي هي reasons اللي هي بمعنى أسباب ممكن يستبدلها هون بكلمة اللي هي causes بمعنى أسباب إذن هون اللي هي عوامل وأسباب هون طبعا نفس الفكرة الآن في عنا يا إخواني اللي هم ثلاث أسباب للزيادة السمنة الآن في عنا أحد الأسباب السبب الأول شيء له علاقة اللي هو في انتشار الطعام الجاهز بنعرف أنه الأكل الجاهز الأكل السريع الجنك فود الفاست فود يعني الآن هذا له دور كبير جدا في السمنة يعني الأكل الطبيعي يختلف عن الأكل اللي هو الأكل الجاهز الآن هاي شغلة نقطة رقم اثنين إشي له علاقة في قلة التمارين ونقطة رقم ثلاث بده يكون إشي له علاقة في التكنولوجيا الحديثة الآن هذول الثلاث أسباب مسؤولية الطالب أنه يقدر يطلحهم يعني هيك من اللي هي من ثنايا الأسطر الموجودة عنا هون سهلة جدا ما فيهم شيء إذن في عنا سبب أول سبب ثاني سبب ثالث الآن السبب الأول اللي هو الطعام الجاهز علق عليه شوي الكاتب هون بحكي الطعام الجاهز وهو الآن مشتهر شغرته الآن متزايدة أكثر من شغرته في الماضي يعني الآن وضع طبيعي المطاعم اللي هي السندوشات والشغورما إلى آخره الآن ما شاء الله بكثرة يعني الآن يختلف عن مثلا قبل عشر سنوات قبل عشرين سنة فهي اللي هو السبب الأول علق على السبب الثاني اللي هو قلة التمارين بحكي لنا الأيام هاي الناس أغلبهم بيقودوا سيارات أو بيروحوا لأعمالهم ومدرسهم بسيارات بالمقابل في الماضي كان الوضع شوي مختلف كانوا أغلبهم بيمشوا ومشي اللي هو للمدارس وللعمل الآن الشغلة الثالثة اللي هي المودن تكنولوزي يعلق على المودن تكنولوزي اللي هي تكنولوزي الحديثة بشيء معين أنه والله أغلبنا بيقضي وقت لا بأس فيه الآن على شاشات الكمبيوتر وعلق على زملة معينة بيحكي لنا قبل الإنترنت ما يتم اختراعه ما كان بني آدم عوج الأرض يحلم بشيء اللي هو علاقة في اللي هو التسوق عن طريق اللي هو عن طريق الإنترنت الآن لكن الأيام هاي بإمكاننا نشتري أي شيء نوصي أي شيء معين وإحنا في بيتنا يعني بنوصي الشيء ووصلنا لعننا للبيت فهي اللي هون منع الحركة فهذا اللي هون اللي هو علاقة في اللي هي السمنة الآن ضرور جدا نعرف الكلمة هاي الله يحفظكم يا رب اللي هي كلمة اللي هي معناها اللي هي السمنة هاي اللي هون اللي هي الاسم والصفة منها اللي هي أوبيس كمان شوي بنشوف إذن أوبيسيتي معناها اللي هي السمنة الآن بنبلش بسم الله في العديد من الدول نمبر عدد متزايد يعني متزايد من الفئة الشباب والأدلت البالغين يعني الشباب اللي صغار شوي والأدلت والناس البالغين الآن بيعانوا الآن are overweight من زيادة في الوزن الآن overweight زيادة في الوزن الآن أو إذا مش زيادة في الوزن لا or even أو حتى يعني الشغلة ما وقفت على أكمان كيلو لا أوبيس يعني اللي هو سمين أو اللي هو بدين الآن أوبيس هاي الكلمة اللي هي صفة طبعا هاي الصفة الاسم منها اللي حكيناها قبل شوي بس نذكر بعض فيه لها هي الكلمة إخوان اللي هي معناها هاي اللي هون اللي هي السمنة الآن one reason for this أحد الأسباب لهذا الشيء is the growing popularity of fast food إذن السبب الأول اللي هو growing popularity of fast food الآن هذا اللي هو السبب الأول growing popularity of fast food الآن popularity معناها اللي هي انتشار أو اللي هو شهرة أو شيوع growing المتزايدة الانتشار المتزايد للfast food اللي هو الطعام الجاهز إذن هذا اللي هون اللي هو السبب الأول الآن السبب الثاني خليه عشان يكون قدامنا موجود الآن اللي هو lack of exercise هذا اللي هون اللي هو السبب الثاني وفيه عندنا السبب الثالث اللي هي المودن تكنولوجيا اللي هي التكنولوجيا الحديثة إذن فيه عندنا ثلاث أسباب السبب الأول السبب الثاني السبب الثالث الآن هذول اللي هون لازم أني أنا أعرف أطلعهم بطريقة صحيحة من القطعة لأن علق على انتشار الطعام الجاهز بحكي لنا والذي لم نعتد أن يكون لم نعتد أن يكون بكمن معناها شائع أو أنه مشهور يعني شائع لم نعتد أن يكون بشيوعه الآن الأيام هاي من هو هذا اللي هو الأكل الجاهز الآن ويتش اللي هون طبعا هاي جدلية من الدرجة الأولى الآن ويتش ممكن أحكي بتعود على الفاست فود هذا كلام سليم لو حطيت اللي هو الرفرنس اللي هو الفاست فود بمكانها صح ممكن أجي أحكي اللي هو البيولاريتي اوف فاست فود كمان كلام سليم وممكن أجي أحكي اللي هي جروينج ببيولاريتي اوف فاست فود كمان كلام سليم إذن جروينج ببيولاريتي اوف فاست فود which والذي اللي هو الفاست فود أو انتشار الطعام أو الانتشار المتسارع didn't use to be لم نعتد أن يكون بشهرته الآن بشهرة مين؟ مين هو الـ هذا اللي هون؟ نفس العائد الآن بإمكاني أحكي بإمكاني أحكي وبإمكاني أني أحكي اللي هو إذن هذا العامل الأول اللي هو انتشار الطعام الجاهز هذا سبب له علاقة في الأوبستي اللي هي في السنة Another big factor الآن لاحظ هون one reason هون حكى أنه والله سبب الآن هون factor إذن الكلمات هذو المستخدمات interchangeably بدل بعض يعني الآن another big factor وعامل آخر is lack of exercise الآن قلة التمرين هذا اللي هون اللي هو رقم اثنين اللي هو العامل الثاني إذن العامل الأول اللي هو انتشار الطعام الجاهز الآن العامل الثاني اللي هو lack of exercise اللي هي قلة التمرين الآن بحكي لنا هون people would often walk يعني بمعنى أنه الناس اعتادوا بمعنى هيك أنه معتادوا أنهم يمشوا الآن to school or work الآن walk اللي هي walk بمعنى يمشوا كانوا يمشوا ومشي إذا كانوا بتحركوا but these days لكن هاي الأيام many more of us drive الآن العديد مننا من الأصل اللي هما people يعني اللي هما drive يعني هون قصدوا إما بيقودوا سيارات أو بيركبوا في سيارات فالآن هذا اللي هون توضيح شوي للشيء الثاني اللي هو lack of exercise الآن بحكي لنا هون modern technology اللي هي التكنولوجيا الحديثة إذن this is number three هذا رقم ثلاث modern technology has also played its spot كمان شوي بنشوفها الآن وتلعب أيضا الآن تلعب أيضا التكنولوجيا الحديثة تلعب أيضا الآن لقدام شوي بنشوف it's part اللي هي دورها إذن هذا اللي هو العامل الثالث فالعامل الأول العامل الثاني العامل الثالث الآن this high اللي هون هي أبعد صراحة من مستوى الوزارة بس كفكرة الآن بالله حكا لنا في العديد من الدول الآن عدد كبير من الشباب البالغين الآن في عندهم زيادة في الوزن أو اللي هي سمنة يعني سمينين الآن أحد الأسباب لهذا الشيء شو هذا الشيء الآن هذا الشيء بإمكاني أنا أجيب هذا الشيء اللي هي ذس اللي هون بتعود على كل الكلام اللي نحكيها يعني اللي هي من بداية in many countries لعند اللي هي كلمة اللي هي obese وهذا الكلام مية بالمية صحيح أو بإمكاني يا حضرات أني أحكي له والله ذس أحد الأسباب لهذا الإشيء شو اللي إحنا بنناقش فيه اللي هي الأوبستي اللي هي السمنة الآن الأوبستي وهي بتشمل أصلا الأوبستي فالآن بإمكاني أحكي له اللي هي أوبستي بس الخطر وين لا سمح الله أني أحكي له بتعود على أبيس لا طبعا يعني هاي اللي هون ذس أحد الأسباب لهذا الشيء مش أحد الأسباب بدين لا أحد الأسباب للسمنة فهي أكسار الوضع اللي هو صحيح إذن في عنا ثلاث أسباب اللي حكينا عنهم عشان ننتقل من هاي الصفحة تماما اللي هن لابد من نقرأ الكوتيشن اللي هون إن النجاح ليس عطية تعطى ولا منتجا يشترى ولا أرثا يورث بل هو نيتاج عمل جبار وسهر بالليل والنهار وتدريب وإصرار وتجاوز للعقبات حتى تم تحقيقه بعد توفيق الله عز وجل فأنا تفائل بالخير إن شاء الله دائما وأبدا الآن حكينا هون اللي هي العامل الثالث الموجود اللي هو العامل اللي هو وحكينا اللي هي التكنولوجيا الحديثة بتلعب اللي هي يعني المقصود فيها اللي هي دورها اللي هي دورها الآن دور مين هاي بتعود على اللي هي modern technology إذن بتعود على المودن اللي هي تكنولوجيا التكنولوجيا الحديثة بدي يشرح عنها شوي فبحكي لنا هون نحن نقضي الآن المزيد من الوقت مركزين على على شاشات الحواسيب شاشات الكمبيوتر الآن هذه من ذاكرينا يا إخواني هاي بتجي اللي هو متلازم ولغوية يعني هاي يقضي وقت الآن منقضي وقت focusing on � businessman معناها مركزين على بتمر معناه في مكان معين الآن focusing on هذه اللي ها معنى إخواني لازم نعطف الآن focusing on اللي هي directing وهي directing focusing on اللي هو directing you're attention الآن directing you're attention to something الآن اللي هي directing you're attention direct معناها توجه يوجه يعني اهتمامك تركز على شغلة معينة معناها تركز اللي هو اهتمامنا عليها أو بنوجه نحن نتعلم أكثر و أكثر من الوقت مركزين على الكمبيوتر اللي هي شاشات الحواسي الآن، قبل الانترنت قبل اختراع الانترنت لا أحد كان يحلم عن المنزل في التسوق اللي هو انترنت أسف لكن الآن نستطيع شراء غالباً أي شيء بدون مغادرة بدون مغادرة اللي هي الكنباي طبعاً هنا ما يقصد فيها الكلام حرفياً أكيد يعني أنه مش بدون مغادرة الكنباي بدون مغادرة البيت قصده فيها يعني إحنا وإحنا في أماكننا يعني ما في داعي أن الروح والله مثلاً إنه يعني كأشخاص بالروح شخصياً يعني بالروح على مكان معين لا بإمكان نوصل الشيء اللي بدنا إياه الآن هذا التعليق كلياته على دور اللي هي بتلعبوا التكنولوجيا الآن في هون ملاحظة إن شاء الله تعالى إذا الله أعطنا عمال إن شاء الله تعالى لقدام شوي بيمر معنا هذا في المراجعات يعني بطريقة أو بأخرى الآن هون في ناحية قواعدية جداً خطيرة لابد من الانتباع إلى اللي هي وجود لاحظوا يخواني هون قبل الانترنت ما يخترع الانترنت تم اختراعه الآن هاي مش صيغة مبني للمعلوم صيغة إيش أخواني هاي اللي هي اللي هو المبني للمجهول الآن شوف السؤال كيف يعني جداً خطيرة الجملة هاي مش طبيعية عن جد الآن هاي الجملة اللي هون ممكن يجب لناها مثلاً وزارة هاي الجملة اللي هون اوكي الآن بزيب لناها زي هيك هاي الآن هذا اللي هون ماضي تامل اللي هو هاد زاد فربت ثري فبيروح الطالب بيحكي بفوذة انترنت انفنتد الآن بفوذة انترنت انفنتد هي مفهومة انه انفنتد بس كتصليح وزارة بدنا ندير بالنا الآن الانترنت الان مش انفنتد الانترنت واز انفنتد يعني تم اختراعه بسيط في صيغة المبني للمجهول الآن كل اللي حكيناه الآن كناحية يعني العلاقة في القطع الآن بدنا نعرف بس اللي هي الاسباب الثلاث اللي لهم علاقة ذو المسببات اللي هي الوبسيتي السملة الآن بيحكي لنا هون time to listen كلام جدا سهل ما في شيء هون معلومات يعني شبه صراحة سكاترد يعني الى حد ما متناثرة مبعثرة الآن هون time to listen وقت السماع health experts اللي هما خبراء الصحة have been warning يحذرونا بيحذروا about this trend بمعنى نزعة ميول الظاهرة الآن thes tend هاي الظاهرة ايش قصده ثان inexpensive هاي الظاهرة اللي هي ظاهرة اللي هي ظاهرة الاوبسيتي اللي هي السمنة إذن بيحذروا من taką 4 years أوكي معنى هون في دور للقبراء الآن در الخبراء بيحذروا من هذه الظاهرة من سنوات their advice is clear their advice ونصيتهم is clear الآن نصيحتهم نصيحة مين يا إخواني their advice نصيحة اللي هما health experts الآن ندير بالنا rear ما بصير أحكي among people بتعود على إكسورس لحالة لا وما بنسى نبهت بجوز فيها أكثر من مكانهم لازم ننقلها بطريقة صحيحة الآن شو فكرة خبراء الصحة ننبهونا حكولنا يا عمي إذا كان البني آدم من الأدلس من البالغين لازم يكون هدفهم في التمرين يعني قصدوا مقدار التمرين لازم يكون بمعنى اللي هي على الأقل الآن 2 and a half hours every week يعني اللي هي ساعتين ونص كل أسبوع يعني بمعدل تقريبا اللي هي 20 دقيقة اللي هي 20 دقيقة في اليوم تقريبا إذن هاي اللي هي شغلة إذن على الأقل لازم يتدرب اللي هو الشخص البالغ لأن نظرا أنه والله شبه اكتمل مثلا البناء عمليات البناء في جسمه مثلا الرئيسية الآن وهذا الشخص مشغول في شغله أو في دراس وإذن لازم يتدرب هذا يعني بما معنى يخلف عليه يعني شكرا كثير والله إذا قدر يتدرب إنه ساعتين ونص في الأسبوع الآن for children and teenagers الآن children اللي هما الأطفال for teenagers اللي هما المراهقين للأطفال والمراهقين target target بمعناها الهدف هنا ما قصده فيه الهدف الهدف قصده فيه اللي هو مقدار التمرين يعني مقدار التمرين should be at least لازم يكون على الأقل and our day لازم يكون ساعة في اليوم يعني ساعة في اليوم هذا اللي هون يعني بنحكي عن سبع ساعات في الأسبوع وهون ساعتين ونص في الأسبوع هاي المعلومة اللي لازم نعرفها وكي الآن this might not sound very much الآن علق الكاتب بيحكي لنا وهذا قد لا يبدو كثيرا وهذا this might not sound very much وهذا قد لا يبدو قد لا يبدو اللي هو كثيرا الآن إيش قصده مين هو هذا قد لا يبدو كثيرا قصده فيه السطر ونص اللي قبل طبعا هاي بعيدة جدا عن الوزارة الآن في عنا this هون وthis هون بيعودوا على نفس الشيء إذن وهذا قد لا يبدو كثيرا يعني وجهة نظر الكاتب هون الخبراء الصحة أنه لازم يتدربوا البالغين ساعتين ونص على الأقل في الأسبوع والأطفال لازم يتدربوا ساعة في اليوم وجهة نظر الكاتب وهذا مجد كثير يعني المفروض لسا نتدرب أكثر من هيك هيك اللي هي وجهة نظر الكاتب الآن however however وظيفتها طبعا اللي هي opposition مش هيك أكيد حافظينها الآن recent research الآن في عنا بحث حديث recent نها بحث اللي هي الكلمة إيش إخواني الكلمة اللي هي survey اللي هي بمعنى اللي هي بحث أو اللي هي study الآن recent research اللي هو بحث حديث shows that بيبين أنه أقل من 50% 50% اللي هي half يعني أقل من 50% of the British population من سكان بريطانيا manages this يتمكنوا من هذا الشيء يعني هون كأنه هيك يعني بيعاتب اللي هي بيعاتب سكان بريطانيا والشعب البريطانيا بيحكي لنا والله أنه هي مقدار التمارين واضح طب تعال على بريطانيا بريطانيا يا جماعة دولة كثير advanced الآن advanced 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 إيش معنى advanced إخواني معناها اللي هي developed country يعني اللي هي بلد متقدم الآن advanced المفروض عندهم awareness الوعي كافي المفروض awareness هي الكلمة والله هي مهمة الآن awareness هيها awareness معناها اللي هي وعي المفروض عندهم وعي عالي جدا awareness معناها وعي وعي الآن تعال على الشعب البريطاني الشعب البريطاني نفسه الآن أقل من خمسين بالمئة منه بيتدرب هاي التمرين يعني أكثر من خمسين بالمئة من أطفال بريطانيا بتدربوش ساعة في اليوم أكثر من خمسين بالمئة من البالغين في بريطانيا بتدربوش ساعتين ونصف الأسبوع يعني هم ما بيحققوا هذا اللي هو مقدار التمرين إذن منجز بمعنى اللي هو يتمكن من هذا الشيء أو يقوم بعمل هذا الشيء الآن هم بحكي لنا سكول تشيلدرن اللي هم الطلاب المدارس سكول تشيلدرن are less physically active هم أقل ليسه هي أقل أقل نشاط جسدي الآن في Selectly هاي الي هون جسديا يعني أقل نشاط جسدي wichtige اللي هو ناشطين يعني أقل نشاط جسدي than they used to be من الذي اعتادوا عليه than they used to be من الذي اعتادوا عليه من هم اللي اعتادوا عليه عن مين قاعدين بنحكي اللي هم طلاب المدارس إذن زي بتعود على إيش يا أخواني على اللي هي سكول تشيلدرن ذي بتعود على سكول تشيلدرن إذن طلاب المدارس أقل نشاط جسدي من اللي اعتادوا. اللي اللي اعتادوا على الان هم اقل نشاط جسدي. يعني لو نجيب طالب الان وطالب قبل عشر سنوات. مثلا طالب اللي قبل عشر سنوات كان نشيط جسديا. الان وعنده لياقة اكثر من طلاب الايام. هاي اوكي. طبعا هذا اللي هون مناط سؤال تفكير ناقد اكيد او سؤال اقتراح. هذا اللي هون جدا قوي الجملة. الان الان البنات تحديدا غالبا ديس لايك بي اي. ديس لايك بي اي يعني ما بيحبوا اللي هو البي اي. بي اي اخوان اللي هي هاي البي وهي في عنا ال اي. هاي اللي هون اللي هي فيزيكل هاي فيزيكل وهاي اللي هون عن اللي هي ادجوكيشن هاي فيزيكل ادجوكيشن اللي هو حصة التربية البدنية او التربية الرياضية بي اي اي. اذا البنات حضرات البنات هون اذا افن ديس لايك بي اي بي كرهوا حص الرياضة. ذيس كان ليتو وهذا يؤدي الى او يقود الى سيريس هيلث problems الآن problems معناها اللي هي مشكلات الآن health اللي هي صحية serious اللي هي dangerous يعني اللي هي خطيرة إذن هذا يؤدي إلى مشكلات صحية اللي هي dangerous خطيرة الآن هون هذا الضمير هذا اللي هون جدا مهم صراحة يعني هو متقدم شحط عن الوزارة بس أنه يعني لازم نعرفه لازم لازم نعرفه الآن هون بحكي إذن البنات تحديدا بيكرهوا حس الرياضة وهذا يؤدي إلى مشاكل شو هذا هذا يؤدي إنه البنات بيكرهوا حس الرياضة إذن this بتعود على اللي هي الجملة هاي الموجودة اللي هي girls in particular often dislike PE الآن ما بدي إياها أنا أكتبها زي هيك بدي عملها paraphrasing مثلا اللي هي إعادة صياغة بكلمات خاصة اللي هي راح أعيد تقريبا نفس الجملة المكتوبة راح أحكي له اللي هي disliking PE by girls in particular فرجعت كتبت الجملة نفسها إذن بالله البنات تحديدا بيكرهوا حس الرياضة وهذا يؤدي لمشاكل إيش هو هذا يا إخواني اللي هو إنه البنات بيكرهوا حس الرياضة هاي اللي هي الضمير this بيعود على هذا الشيء الآن هون بيحكي لنا هاي الجزئية شوي مهمة الآن it's good for you الآن شيء جيد لك الآن it's good for you الآن بيحكي لنا هون عن اللي هي أنواع من التمرين خلينا نشوفها مع بعض هكذا قبل ما هذا الآن أنواع التمرين اللي بيحكي عنها يا حضراتون بيحكي لنا عن ثلاث أنواع من التمرين بيحكي لنا النوع الأول من التمرين لازم يكون فيه خليط طبعا من التمرين الآن النوع الأول لازم يكون إشي اسمه اللي هو moderate exercise اللي هو التمرين المتوسط أو المعتدل هذا اللي هو النوع الأول أعطانا مثال عليه اللي هو زي المشي السريع التمرين ما بدوش جهد كثير يعني الآن النوع الثاني من التمرين فيه عننا اللي هي إشي اسمه اللي هو strenuous exercise الآن strenuous exercise اللي هو المقصود فيه التمرين المجهد يعني اللي يبدو شوي الجهد زي اللي هو الركض الآن فيه عن النوع الثالث من التمرين اللي هي الـ exercise that strengthens our muscles اللي بتقوي إيش أخواني بتقوي عضلاتنا الآن إذن في عنا ثلاث أنواع من التمرين النوع الأول اللي هو moderate exercise النوع الثاني اللي هو strenuous exercise والنوع الثالث اللي هو exercise that strengthens our muscles اللي بيقوي العضلات الآن مثل اللي هو الضغط يعني الآن بحكي لنا هنا شغلة معينة بحكي لنا بعدها زملة إنه والله إذا إحنا مثلا بنينا عضلات أكثر بنكون نحرق سعرات حرارية أكثر وهذا يجعلنا أن نكون رشقين أكثر جملة عادي ما فيه الشيء الآن بيختم الجزئية اللي هسا بدنا نحكي فيها هاي بيختمها في علاقة شغلتين في بعض علاقة يا إخواني شيء اسمه اللي هو depression اللي هو الاكتئاب الله يبعده عن جميع الإحباط علاقته اللي هي بالتمرين فبيحكي لنا والله إنه في جماعة معينين كانوا بيعانوا من الإحباط كل ما زادوا في التمرين الآن كل ما زادت التمرين عندهم كل ما قل الإحباط عندهم كل ما زادت التمرين عندهم كل مقل الإحباط عندهم العلاقة هاي اللي هون شو نسميها هاي اللي هون علاقة اللي هي عكسية ولابد إنما شفناها في مكان معين يعني اللي هي inverse هاي اللي هي inverse relationship اللي هي علاقة شو بنسميها إخواني هاي اللي هي علاقة الله يحفظكم علاقة عكسية أوكي علاقة عكسية طيب الآن هون بنطلب الله It's good for you اللي هو الخبراء recommend يوصو A mixture of activities اللي هو خليط هاي خليط من النشاطات الآن إذن الخبراء بيوصوا هاي اللي هون recommend يقترحوا أو بيوصوا اللي هي mixture of activities الآن these should include وهذه يجب أن تشمل من هي هذه اللي هي a mixture of activities اللي هي الخليط هاي اللي هون a mixture of activities الموجودة عنها these should include وهذه يجب أن تشتمل على واحد اللي هو moderate exercise الآن تعرفوا عشان الجودة العمل يعني لأن moderate exercise هاي اللي هون اللي هي رقم واحد اللي عليك عليك الآن strenuous exercise رقم اثنين والنوع الثالث اللي هي الإكسرسايز هاي اللي هون that strengthens اللي هي themselves الآن هذول اللي هون واحد وهذا اللي هون اللي هو this is number two and this is number three هاي اللي هون خليطوا من التمرين moderate exercise التمرين اللي هي اخواني هاي اللي هي المعتدلة المتوسطة يعني المعتدلة متوسطة مثل اللي هي fast walking مثل المش السريع and more strenuous exercise الآن strenuous exercise معناها اللي هي التمرين اللي هي شاقة بدها جهد أكثرين more strenuous exercise مثل اللي هو like running and they also advise من هم they also advise اللي هم الخبراء إذن هاي اللي هون بتعود على مين يا حضرات هاي اللي هون اللي هي على experts الخبراء they also advise هم أيضا ينصحون في exercise النوع الثالث that strengthens the muscles اللي تقوي الآن strengthens العلاقة بكلمة strong عغلبنا بيعرف كلمة strong معناها قوي و strength معناها قوة و strengthen معناها اللي يقوي الآن strengthens the muscles بتقوي العضلات for example اللي هو الآن هون بحكي إذن هون في عنا اللي هي ثلاث أنواع من التمارين هذي اللي لازم أعرفه الآن بدو يحكي لشو the activities أو the mixture of activities أعطيني اللي هم أنواع التمارين فبكتب له اللي هي واحد اثنين ثلاث أوكي الآن هون the more muscle we build يعني بمعنى كلما بنينا عضلات أكثر the more muscle عضلات كلما بنينا عضل أكثر the more calories we burn كلما burn اللي هي نحرق كلما نحرق اللي هي سعرات حرارية أكثر and the fitter we become the fitter we become وكلما أصبحنا إيش أخوان اللي هي لائقين أكثر fitter اللي هي رشيقين أو لائقين we become نصبح إذن كلما إحنا والله إنه كلما إحنا بنمني عضلات أكثر كلما بنحرق أكثر كلما بنصير نجطين أكثر addition بالإضافة إلى ذلك بالإضافة إلى ذلك يعني اللي هي بمعنى كلمة اللي هي furthermore الآن furthermore أو بمعنى اللي هي moreover أوكي moreover الآن بالإضافة إلى ذلك الآن exercise is a great way هي طريقة جدا ممتازة to cope with الآن cope with المفروض إنها مرت معنى كثير cope with بمعنى إيش يا أخوان اللي هي deal with cope with بمعنى اللي هي deal with to deal successfully with deal with نفس الشيء إذن cope with اللي هو التعامل مع اللي هي stress اللي هو إيش يا أخوان اللي هو التوتر هنا recent study في دراسة حديثة الآن study اللي هي survey أو اللي هي حكينا اللي هي research أوكي الآن في دراسة حديثة patients المرضى هوا been suffering from الذين يعانون كانوا يعانوا من كانوا يعانوا من اللي بيعانوا من depression من الإحباط أو الاكتئاب الإحباط الآن reported يعني أعربوا عن والله أو حكوا a great improvement أعربوا عن a great improvement improvement اللي هو تحسن great اللي هو عظيم العظم المطلق لله عز وجل الآن إذن تحسن عظيم after اللي هو بعد increased physical activity activity اللي هو النشاط الآن physical اللي هو الجسدي و increased اللي هو المتزايد الآن هاي الجملة اللي هون حضرات شو بتعطينا هاي اللي هون بتعطينا إنه في عنا علاقة جدا واضحة بين اللي هي علاقة عكسية ما بين إيش أخواني ما بين depression وما بين اللي هي physical activities كل ما زاد physical activities النشاطات أكثر أو اللياقة أكثر كل ما قل اللي هو عملية الإحباط فهي اللي هي سؤال اقتباس هاي سؤال جدا قوي إذن في عنا هون اليوم ثلاث أنواع التمرين والعلاقة الموجودة كلمة cope with هاي معناها اللي هي deal with وكلمة اللي هي they بتعود على اللي هي express و these بتعود على mixture of activities هاي الجزئية اللي لازم نعرفها هذه المرحلة التوجيهي نطور الآن في كلام نبطل اللي هو الهدف العادي صار في عنا اللي هو إذا مذكريني يخواني اللي هو شيء اسمه اللي هو التفرد التفرد في الهدف التفرد في الهدف يعني أنا بدرس أرضاء ل الله عز وجل ثم أرضاء لمجتمعي ثم أرضاء لأسرتي ثم عشان أدخل الجامعة التخصص البدية وأضع هدفي بعد الهدف هاي كل ياته طبعا الهدف الأسمى ultimate goal الهدف الأسمى الأعلى الأنبل النهائي ultimate هاي الكلمة بالله الآن ultimate إلها كثير معاني الآن my ultimate goal يعني اللي هو هدفي النهائي الأخير اللي هو أرضاء رب العالمين أكيد الآن بس في الدنيا الآن كمان الله عز وجل يرضى علينا إذا كنا إحنا كمان منجزين في الدنيا ما كناش يعني excuse me عذرا كنا إمعات يعني كنا نجادل بطريقة الآن نعرف الله أعطانا سمع وبصر فؤاد المفروض أن نستغلهم بطريقة علمية صحية إذن بلوغ الهدف حتى لو كانت ثمن أن أمضي حقبا حتى أبلغ غايتي ولو كانت بعيدة بعد مجمع البحرين هون لابد أن نذكر سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان ثاني أعلم رجل على الأرض لما عاتبوا الله عز وجل العتاب الذي يليق طبعا بجلالة ربنا عز وجل ويليق بالمعاتب سيدنا موسى الآن من أعلم أهل الأرض فأخبروا الله عز وجل أنه أعلم أهل الأرض هو مش أنت يا سيدنا موسى فيه شخص آخر أعلم منك فمباشرة الآن مباشرة شد الرحال وبحث عن اللي هو الشخص الأعلم منه إذن هذا بيدلنا أنه ثاني أعلم شخص على وجه الأرض وهو نبي وهو نبي الآن بحث عن العلم فما بالنا إحنا كأشخاص إذن وينا أول ما نطلع من البيت اللهم جهات في سبيل الله هي كلمتين بس مش أكثر ونكون متأيقنين في هذا الشيء الله عز وجل بينصرنا أكيد الآن ولربما لقيت من سعي هذا نصبة يعني تعبة ولربما أخطأ أدفعته على ثاري قصصة لكنني لن أبروح يعني I will not despair لن أبروح حتى أصل إلى هدف إن شاء الله الآن يا حضرات في عنا هون اللي هي useful tips الآن useful tips اللي هي نصائح مفيدة الآن كلمة tips هاي اللي هون لازم نعرف اللي هي بمعنى اللي هي advice اللي هي نصائح أو نصيحة الآن useful مفيد الآن هذا الكلام اللي هون شو بحكي لنا؟ بحكي لنا آخر شيء قرأنا الآن طالب التوزيه كان بيقرأ أنه لازم نعمل تمارين ومشي وركض طبعا مش فاضي لهذه الشغلات شو عمل؟ بحكي لنا هون أفضل شيء إنه نضمنه في حياتنا اليومية نضمن التمارين في حياتنا اليومية الآن هون اللي هي مفتاح الشغل صراحة هاي اللي هي daily lives اللي هي في حياتنا اليومية الآن نضمن التمارين في حياتنا اليومية بحيثنا تصير جزء من حياتنا يعني ما بتأخذ وقت كثير الآن أعطانا هون خيارات بنزل أنا مثلا بطلع في الباص على سبيل المثال بنزل عند النقطة الفلانية بصير أنزل قبلها بشوي الآن قبلها بشوي ما رح يأخذ مني وقت بمشي هالكمان مثلا تحدث تليفون مثلا بحكي تليفون مع صاحب الآن بدل ما أحكي معه مثلا وأنا في وضعية جلوس معينة لا بصير أمشي مثلا أوكي ما أخذ مني وقت بالإضافة إلى أنه آخر شيء اللي هو أهم شيء أنه لازم يكون في عنا نوع من أنواع الرياضات إحنا بنستمتع في عمله اللي يلازم يكون عند كل بني آدم تجاه شيء معين اللي هو هوس أو شغف تجاه شيء معين عشان يتحقق بإرادة ربنا الآن هون إذن اللي هم مثل الشغلات هذول لازم يذكر لي فيهم لأنه لو ما حكي وحكي اقتراحات معينة بدون الآن قد يكون الجواب اللي قبل شوي اللي هم أنواع التمرين فهون لابد من الوضوح أنه ما يكون الإشي غامض الآن وبالطبع وهذا يثير تساؤل اللي هي يعني عملية إنه كيف أنا بدي أتدرب أو ما أصل عنه طبعا هذا لأنه جدا جدلي لأبعد يعني ممكن أطلع 100 عائد إلو هذا اليون الآن وهذا يثير سؤال كيف أنا ممكن إني أتحكم من أو أتمكن يعني كيف بمعنى كيف بقدر أنا أوفق في كل هذه التساؤل يعني ما بقدر أنا أوفق بين المشي السريع أنت بتحكي لي المشي السريع أو بتحكي لي اللي هو والله لازم أنا أركض مثلا وتحكي لي لازم أضغط أنا طب أنا مش فاضي لهذا الشي كيف بقدر أنا أوفق في هذه التمارين الإضافية الآن بحكي لنا هون the best way أفضل طريقة is to build it الآن build it هون مش بمعنى طبعا يبني أكيد بمعنى اللي هي نضمن أفضل طريقة أن نضمن هذا التمارين الإضافية هاي التمارين الإضافية الآن في عنا إتات هون إت اللي هون وإت اللي هون وإت اللي هون الثلاث هذول بيعودوا على the same reference اللي هو نفس العائد بيعودوا على مين يا إخواني على اللي هي extra exercise أو all this extra exercise إذن أفضل طريقة أن نضمن هاي التمارين into our daily lives في حياتنا اليومية so that it becomes a routine بحيث أنها تصبح routine اللي هي عادة يعني بتصير اللي هي عبارة عن هبت يعني الآن بتصير اللي هي عنا عادة عادية it doesn't have to take ليس بالضرورة أن تأخذ much extra time المزيد من الوقت يعني ما في داعي والله أني أخلي والله التمارينة تأخذ من وقت كثير لا بضمنها في حياتي اليومية الآن مباشرة أنه هون انطلق وأعطاني اللي هما الثلاث اقتراحات الآن الاقتراح الأول you could get off the bus one stop earlier than usual هذا اللي هو الاقتراح الأول طبعا كان معتاد لأغراض الترتيب يعني الآن هذا اللي هون اللي هو الشيط طلق الخط ما يلبس مش قضية الآن you could get off the bus الآن get off بمعنى اللي هي ينزل تستطيع أن تنزل من الباس one stop اللي هو بمعنى هون اللي هي موقف earlier أبكر يعني than usual من المعتاد بنزل عند النقطة scene بصير أنزل scene ناقص واحد دارس رياضيات scene ناقص واحد ناقص موقف واحد اللي هو موقف يعني الآن هاي اللي هي شغلة or stand up الآن هاي اللي هي this is number two stand up اللي هي نقف when you are on the phone لما نكون احنا بنحكي تليفون إذن هاي this is number two إذن stand up هاي اللي هي هون to stand up إذن you could get off the bus you could stand up when you are on the phone لما نكون نحكي تليفون الآن هاي this is number two number three most importantly والأكثر أهمية يعني we should find a sport that we enjoy doing الآن لازم احنا نجد رياضة معينة احنا بنستمتع في عملها إذن we should find a sport لازم نجد نوع من أنواع الرياضات نستمتع في عملها الآن هاي اللي هي نقطة رقم ثلاث أخذتها من هون نفس الشيء عادي موقضية الآن هاي ثلاث شغلات الآن ذات وي وبتلك الطريقة يعني إذا إحنا عملنا هاي الشغلات شو اللي راح ينتج عنه ذات وي وبتلك الطريقة we will all become fitter healthier and happier سوف نصبح جميعا اللي هي فتر بمعنى إيش أخواني الفتر اللي هي أكثر رشاقة healthier بمعنى وضعنا صحي ممتاز الآن happier اللي هي بمعنى اللي هي happier بمعنى أكثر سعادة إذن هون الجزئية هاي الموجودة عنا فيها هون عن شو تحكي يا حضرات هاي عن أنه كيف إحنا بنضمن اقتراحات معينة لتضمين اللي هي التمرين إنه أولا ديلي لايوز أعطيني اقتراحين أو ثلاث منهم ننزل من الباص موقف أبكروا شوي ونقف لما نكون على التليفون بنحكي تليفون الآن وشغلة الثالثة إنه نجد نوع من نوع الرياضات إحنا نفسنا بنحب هاي الرياضة فهاي اللي هي الثلاث شغلات اللي لازم إنه نحكي عنها إذن قطع إن شاء الله تعالى إنها سهلة بالتحيالي ما فيش فيها شيء لورجعنا عملنا هيك كويت لوك يعني نظرة سريعة جدا جدا عليها الآن في البداية هون كانت بتحكي عن اللي هي معنا كلها في المراجعة إن شاء الله تعالى هاي بنحكي عنها جملة المبني المجهورة خطيرة جدا الآن بعدها هون أعطانا جمل عادية يعني ما فيش هاي جمل متناثرة الآن في ضمائر لابد من أخذ يعني ناخذها في الاعتبار الآن هاي الجملة بتدل على أنه الشعب البريطاني ما بتدرب الآن أغلبه ما بتدرب التدريبات الكافية بحكينا عن طلاب المدارس الآن يا ترى طب ليش طلاب المدارس الأيام هاي عقل نشاط جسدي بإمكاني مثلا جاب لي سؤال زي هيك بإمكاني أحكي له والله على سبيل المثال الآن أسباب معينة الآن بإمكاني أحكي له they are الآن they are so busy مثلا مشغولين كثير الآن with their الآن with their with their with their study خلينا نكون إيجابيين هيك كثير with their study بدراستهم مش موبايلات ولا ما شاء الله قبل المرضى الآن الآن they are يعني so busy with their study مثلا هاي اللي هي قد يكون اللي هو شيء معين so they don't have time ولا to exercise ما عندهم مش اللي هو وقت للتمارين الآن they are not interested يعني مش والله مهتمين في هذا الجانب they do not know ما فيش مثلا ممكن أحكي له they don't know يعني ما عندهم هما تصور معين about the importance of الآن importance of عن أهمية ما عندهم مش they don't know about the importance of being fit الآن the importance of being fit they don't know ما عندهم مش فكرة كافية about the dangers أو اللي هي risks الآن risks معنى هاللي هي مخاطر اللي هي dangers الآن dangers اللي هي بمعنى أخطار أو مخاطر هاي اللي هون dangers متختلف عن dangers طبعا الآن risks أو dangers اللي هي أخطار أو بلاش أو اللي هي results أو النتائج أو consequences العقبات مثلا أو the impacts أو the effects behind obesity ما عندهم مش والله تصور واضح عن مثلا النتائج السلبية للي هي السمنة فعشان هيك مثلا ممكن بيكونوا أقل نشاط جسدي they go to school by cars بيروحوا للمدارس by cars بسيارات by their مثلا parents اللي هي cars سيارات أهليهم أو اللي هي by public transport اللي هي وسائل النقل العام فما بمشوا ومشي على سبيل المثال ممكن نحكي there are no enough services ما فيش عنا خدمات معينة جدا ممتازة facilities موجودة في مدارسنا عشان هيك الطلاب يعني مش كثير fund of fund of بمعنى اللي هي مغرم بي مش كثير fund of fund of بمعنى مغرم في اللي هي الرياضة والتمارين الآن حكينا هون عن البنات انهم مش ما بيحبوا حس الرياضة وهذا يؤدي ذيس حكينا اللي هي girls in particular often dislike PE على الفكرة هاي أو بتعود على اللي هي disliking PE by girls فهي صحيحة حكينا عن انواع التمارين moderate exercise و strenuous exercise واللي هي exercise that strengthens our muscles وحكينا آخر شيء عن انه كيف نضمن التمارين in our daily lives في حياتنا اليومية اللي هو نزول من الباس والتليفون واللي هي ايجاد رياضة معينة بنستمتع في عملها وسلامة اعماركم والله يوفقكم يا ربي يا الله thank you very much for being patient شكرا لصبركم علي و thank you very much for listening للاستماع يعطيكم الف عافية thank you very much السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة